أكدت خلية الإعلام الأمي سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا بالقرب من مقر قيادة عملية بغداد في المنطقة الخضراء الخلية قالت في بيان مقتضب إن صاروخي كاتيوشا سقطا بالقرب من مقر قيادة عملية بغداد فجر اليوم مبينة أن الصاروخين انطلقا من منطقة النهضة فيما نشرت صورا تبين آثار القصف الصاروخي هذا ويعد القصف أحدث حلقة من مسلسل استهداف المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقارا حكومية وبعثات لدول أجنبية أبرزها السفارة الأمريكية ويأتي القصف الأخير على الرغم من قرار حضر التجوال في العاصمة بغداد